سادساً ملفات المتعلمين التراكمية بورتفوليو وهو يعتبر من أحدث الاتجاهات التربوية الحديثة في تقويم الطلاب المتعلمين وهو ما يعرف بملف المتعلم وتجمع فيه أعمال الطالب المتعلم اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية لكل مادة دراسية وأحياناً يضم جميع المواد الدراسية التي يدرسها الطالب المتعلم وهو يمثل رسماً توضيحياً لأداء المتعلم وأيضاً مستواه وتحصيله في جوانب مختلفة علمية وأدبية وفنية واجتماعية ورياضية وغير ذلك وذلك على مدى فصل دراسي أو سنة دراسية مما يعطي صورة متكاملة عن جوانب القوة أو الضعف أو القصور عند المتعلم في جانب من هذه الجوانب وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الملف ينتقل مع الطالب المتعلم في الصفوف التالية للإفادة منه وذلك في معرفة خصائص المتعلم وميوله المختلفة